موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام نشرة السادسة من قناة عدن الفضائية بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساه إلى وزير الأشغال العامة والطرق سابقا المهندس وحي أمان في وفاة والده الشخصية الوطنية مستشار محافظ عدن طه عبدالله أمان الذي وفته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز وأشاد نائب الرئيس بمنقب الفقيد وعطاءاته الوطنية وما قدمه من خدمات علمية جليلة وما حظي به من قبول واحترام طوال حياته وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق تعازي والمواسى لأسرة وأقارب الفقيد سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فزيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسنوان ثمن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح تسهيلات المملكة العربية السعودية الشقيقة للحجاج اليمنيين لموسم هذا العام وما بذله من جهود مع وزارة الأوقاف والإرشاد في سبيل إنجاح الموسم وإحباط المحاولات الرامية لإفشاله طلع نائب الرئيس خلال لقائه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد زبعين عطية بحضور وكيل الوزارة محمد عيدا الشبيبة على الترتيبات التي تمت لتبويج الحجاج اليمنيين والإجراءات المتبعة لذلك مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لخدمة الحجيج وعبر نائب رئيس الجمهورية عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبد العزيز السعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من عبد العزيز السعود وسفير المملكة لدى بلادنا محمد بن سعيد الجابر ومختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية في المملكة وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والجوازات وسفارة المملكة لدى اليمن لمساعيها طيبة وتذليلهم لكل الصحاب تجاه الحجاج اليمنيين مؤكدا بأن هذا النهج هو ما عهده اليمنيون من قيادة المملكة على الدوام وهو نهج نابع عن حرص وأخوة صادقة ومسؤولية في خدمة الحرمين والمشاعر المقدسة وسمع نائب الرئيس من وزير الأوقاف إلى تقرير مفصل عن الترتيبات المستمرة للحجيج اليمنيين والبالغ عددهم لهذا العام 24255 حاج يشملون كل محافظات الجمهورية ويبدأ تفويجهم عبر 51 وكالة خلال الأيام القادمة وفقا لمراحل وإجراءات تم تجهيز لها مسبقا بما يضمن قانونية الإجراءات وسلامة الحجاج وراحتهم وطمأنينتهم ويضمن تجاوز كل العرقين والصعاب مع أمل النجاح الكبير لهذا الموسم بمشيئة الله تعالى وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية تولي موضوع الحجاج اهتماما وعناية خاصة موجها كل الأجهزة والجهات المختصة للعمل على تدليل الصعاب والإسهام في شرف الاهتمام بالضيوف الرحمن وتطرق الوزير إلى الرسوم التي يدفعها الحاج للوكالة والبالغة 5850 ريال سعودي تشمل سكن الحجيج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وهي مساكن فندقية تم اختيارها بعناية واختيار أماكنها القريبة من مشاعر الحج كما يضمن المبلغ التغذية وتنقل بين مكة والمدينة علاوة إلى رسوم إضافية لا تتعدى 800 ريال سعودي هي رسوم للنقل الدولي ذهابا وإيابا وتختلف من محافظة إلى أخرى وبأفضل المواصفات لوسائل التنقل منوها إلى أن أي مخالفة أو تجاوز لذلك يجب أن يباذر الحجاج بالإبلاغ عنها وأشار إلى الاستعدادات في المنفذ البريب الوديع حرصا على تجاوز أي إشكالات أو متاعب للحجاج منوها إلى أن الوزارة تشكلت لجنة علية للحج يشترك فيها ممثلون عن الوكالات للإشراف المباشر والمستمر على سير هذا الموسم وأكد وزير الأوقاف إلى أن هذه النجاحات التي حققتها الوزارة في ظل هذه الظروف أغضت قوى الفساد فنفذت حملات دعائية مغرضة تستهدف الوزارة وقطاع الحج والعمرة بهدف التشكيك من تلك الإنجازات ومحاولة النيل منها وعبر وزير الأوقاف عن تقديره وشكره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه مؤكدا بأن الوزارة لن تألو جهدا بتنسيق مع الأشقاء في المملكة لإنجاح هذا الموسم ولراحة وخدمة حجيج بيت الله الحرم وصل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى محافظة أبيان مع عدد من أعضاء الحكومة لتفقد الأوضاع الخدمية والأمنية في المحافظة وتلمس هموم المواطنين كان في استقباله كل من محافظ أبيان اللواء أبو بكر حسين ونائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن وعدد من القادة العسكريين والأمنيين وحضر رئيس الوزراء عرضا عسكريا شاركت فيه أعدد من الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة وألقى كلمة نقل في مستهلها تحايا وتبركات فخامة رئيس الجمهورية وحي قيادة السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية وقادة الألوية العسكرية والضباط والصف والجنود وخرجية دفعات الأخيرة من القوات المسلحة وفي خطاب الخرجين قائلا أيها الجنود الأبطال من كل مكان في الجمهورية اليمنية يسعدنا ويشرفنا أن نكون معكم في محافظة أبيان هذه المحافظة المعطاءة والولادة بالمناضلين والمخلصين والساسة فهي مصنع الرجال ومنبع الشرف والكرامة وضف الدكتور بن دغر أبيان هذه المحافظة الصامدة كما عهدناها دائما تناضل إلى جانب الحق فها هي اليوم تناضل من أجل الشرعية والدولة ويشرف كل حر وطني أبي أن يكون مناضلا في صفوف العزة والكرامة إلى جانب أبنائها الشرفاء حتى تتحقق أهداف البلاد في النصر وأكذا أنه بلحمة الصف ووحدة المصير المشترك استطاعت هذه المحافظة المقاومة أن تجتث كل الأسباب التي أدت إلى الإنقلاب وخلقت الإرهاب مضيفا سوف نناضل معكم ونعيد سويا بناء أبيان السخية بخيراتها وثرواتها التي تصل إلى 40% من الإنتاج الزراعي الذي يغذي اليمن واستطرد رئيس الوزراء إن أبيان هي بعض اليمن وكل اليمن فقد قدمت خيرة أبنائها الشجعان للحفاظ على الجمهورية والوحدة فشكرا شكرا لأبناء أبيان وشكرا للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة صادقة من الإمارات العربية المتحدة الذين يقاتلون معنا للدفاع عن الشرعية وأكد أن أبيان محافظة مناضلة ومعطاءة وفخامة الرئيس رئيس الجمهورية يوليها اهتماما كبيرا لما تمثله من أهمية استراتيجية ومكانة تاريخية مضيفا ونحن اليوم نقف إلى جانب فخامة الرئيس ونواصل النضال للوصول نحو تحقيق الأهداف المشتركة سوف نعيد البناء وإعمار ما دمرته حرب ميليشيات الحوثي وصالحة الانقلابية كما أكد الدكتور بن دغر أن الدولة لن تسمح بأن يكون هناك أي إرهابي يسفك الدم ويزعزع سكينة المواطنين وسيتم محاربة كل التنظيمات الإرهابية وسنطارد عناصرها أينما وجدت وخاطب الجميع قائلا سننتصر بصبركم وثباثكم وعزيمتكم وسنعيد الأمل للعبور إلى المستقبل الزاهر الذي سنتوافق عليه من خلال مخرجات الحوار الوطني التي تؤسس لكافة أبناء الشعب يمنا اتحاديا قويا آمنا ومستقرا ونوها رئيس الوزراء بجهود قيادة المنطقة العسكرية ورجال الأمن الذين يحافظون على استقرار المحافظة وتأمينهم لعودة المواطنين إلى منازلهم مشيرا إلى عمق الرسائل التي ستتحقق من خلال هذا اليوم التاريخي قائلا أنتم اليوم تبعثون رسالة بهذا الاستقبال رسالة للداخل الوطني والشركاء من الإقليم مفادها أن أبيا ستظل كعادتها سندا وعونا لكل المخلصين الشرفاء وسهما في نحور أعداء الأمة وألقى قائد المنطقة العسكرية الرابعة كلمة تنكذ فيها أن الوحدات الأمنية والعسكرية البطلة تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة في محافظة أبيا وشكلت نقطة تحول ورافد معنوي لأمناء المحافظة ونوها بمستوى اهتمام فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمحافظة أبيا وشهد رئيس الوزراء شهد عرضا عسكريا مهيبا بدئ بالنشيد الوطني قدمته الوحدات العسكرية والأمنية بمحافظة أبيا وعكس العرض صورة واضحة على مدى الجهزية القتالية التي تتميز به الوحدات العسكرية رفق رئيس الوزراء كل من وزراء المغتربين علوي بافقي والمياه العزي شريم والثروة السمكية فهدي كافاين والأشغال العامة معين عبد الملك ولعد الجمال عمر وتربية وتعليم عبد الله الملس ونواب وزراء الداخلية الواء علي ناصر لخشع والمالية منصور البطاني والكهرباء مباركة ميمي والإعلام حسين باسليم وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور تفقد الرئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر مقر نيابة العامة بمحافظة أبيا واستمع إلى رئيس وعضاء النيابة عن الدور الذي تقوم به في البت في قضايا المواطنين وأشهد بجهود رئيس وعضاء النيابة وحرصهم على الحفاظ على مقر النيابة العامة وممتلكاتهم وعدم ترك فرصة للأياد العابثة بنهبه كما حدث في معظم المحافظات وأكد دكتور بن دغر أن الحكومة تعمل جاهدة على تفعيل دور القضاء والنيابات العامة ومراكز الشرطة وتقديم الخدمات لمواطنية المحافظة لما لها من أهمية بالغة في بسط الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية وحل القضايا الخلافية بين المواطنين مشددا على ضرورة العمل بتفاني وإخلاص في خدمة الوطن والمواطن من جانبه تطرق رئيس محكمة استئناف القاضي قيصر العيدروس إلى وضع السلطة القضائية وخطط تفعيل عمل المحاكم والنيابات كما تفقد رئيس الوزراء محلج القطن في زونجبار واستمع لشرح على سين العمل في هذا المحلج وقدرة الانتاجية بعد أن دفعت الحكومة 30 مليون ريال يمني لعادة تشغيل خطين انتاجيين وقال أن الحكومة ماضية في إعادة تأهيل المحلج يعود العمل بقدرته الانتاجية السابقة والاستفادة من الأيد المحلية الماهرة والمدربة التي كان يشكل لها مصدر دخل أساسي وأكد دكتور بن دغر أن عجلة التنمية ستعود مجددا إلى أبيان وأن عودة محلج القطن يمثل بشرة كبيرة لمزارعية القطن في أبيان بعد توقفه الفترة الماضية بعد أن طالته أياد التخريب والنهب للمعادات بسبب حرب ميليشيات الحوثي والصالح الانقلابية رفق رئيس الوزراء كل من وزراء المغتربين على ويبافقيه وثروة سمكية فهد كافيين وتربية وتعليم دكتور عبدالله لمبلس والمياه والبيئة عزي شريم والعادة للقاضي جمال عمر والأشغال العامة والطرق المهندس معين عبد الملك ومحافظ أبيان اللواء أبو بكر حسين ونواب ووزراء الداخلية اللواء علي ناصر الأخشع والمالية دكتور منصور البطاني والأعلام حسين مسليم والكهرباء مباركة ميمي وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور قالت مصادر محلية في محافظة تعز إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد هجوم للميليشيات الانقلابية في مدرية مقبنة فيما هجمت قوات الجيش مواقع الميليشيات في موزع وذكرت مصادر عسكرية أن أفراد الجيش الوطني تمكن من صد هجوم للميليشيات الانقلابية على مواقعهم في جبهة حمير والميدان بالعبدلة وكبدوهم خسائر فادحة وأن أفراد الجيش الوطني هاجموا مواقع الميليشيا شرق موزع وتقدم متجاه مدرية مقبنة وقال المصدر العسكري أن تعزيزات عسكرية للجيش الوطني وصلت إلى موزع لاستكمال تحرير المدرية وفرض السيطرة الكاملة على مفرقية المخاول وزعية ومن تم التقدم إلى منطقة البرح الواقعة في مدرية مقبنة وتعد مركزا رئيسيا لتجمع عمليات الميليشيات الانقلابية بعد خسارتها لمعسكر خالد بن الوليد إلى ذلك استشهد الطفل أحمد عبد السالم يبلغ من العمر 13 عاما بشطايا قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على حي الذعوة بالمدينة وفي خبرنا الأخير استهدفت مقاتلات التحالف العربي موقعين للميليشيات في مدرية صرواح المعقل الأخير للحوثيين في محافظة مأرب كما شنت مقاتلة التحالف العربي غارتها على موقع الميليشيات الانقلابية في مدرية عصيلان بمحافظة شبوة أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها وجريح آخرون واستمرت الغارات الجوية بالتزامن مع الاشتباكات المتقطعة بين الانقلابيين وقوات الجيش الوطني وتكبيد الأول خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري وفي محافظة صعد شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على تحركات ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح في منطقة ذبابة تابعة لمدرية الصفراء بالمحافظة ماذا الخبر مشاهدين الكرام تنتهي نشرة السادسة قدمناها لحضراتكم من قناة عدن الفضائية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر